السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم الاثنين سبعتاش رابع التاني الف ورمية تلاتة وعين هجرية. لموافق لتنين وعشرين نوفم رشهر احداش الفين وحد وعشرين ميلادية. البارح والبارح والبارح تاين هدي واحد تلتيام. واحنا كن هدروع للشروط ديل بدخول الى المغري. ولكن في نفس الوقت كانوا الناس كي عملوا التعاريك ويقول لك لا انا را ما خلوش ولدي مشي على حسب اه اخا عندو سبع سنين تتلبلو البيس اير او التلقيح. فاليوم اه الحمد لله كنت نشوف الشروط ديل شركات الطيران اللي كاتمشي للمغرب وبنسبة لي هي ثلاثة ديل الشركات الرئيسية اللي هي العربية للطيران الخطوط الملكية وريانير. فا اه يعني تم توحيد الشروط ديل السفر. غادي اه ملكم واحد تجيل من الشاشة وغادي نوريكم اه بتلاتة بيهم بان هم را عندهم نفس الشروط. وكان قول لكم وديما انكنسة وغادي نخلي لكم ف الرابط كيفاش يعني انتم بنفسكم تدخلو وتجبدو الشروط باش اذا كنتم صافرين مع العربية تقولولون لاسى دي هان maintained شنو عندكم مكتوب هنية؟ با đangتو ماللي كتقولوا هدي الشروط. واذا كنتم صافرين مع الخطوط المالكية المغربية نفس الشي في الهاتف ديالك تجربة الشروط بتقولوا لاسى دي هان كانتو ما شنو تقولو ويدا كنتم سافر مع ريانير فهي بنفسها كدليق عاملا الروابط وعملا الشروط ديال سافر إلى المغرب وتقولولم لا مولاي. ره الشروط ديالكم راني متبقى دبا فات الساعة هادي. سفقنا الاخوان. اذا اه ما ننسوش اللايكات لعطيكم الخير وبرتاجيو الفيديو باش تعمل الفائدة. اه تعمل الفائدة بالنسبة للناس اللي باغي المعلومة. وانا كدليك كنستافد. لانا لا اه لا عيف ان الانسان كدليك سهو يكون كيستافد. ويطلع لا تلعوا اللايكات كي يطلعوا الفيديوهات ديالي كدلي وانا كصاحب قنات كنستافد. المهم كل واحد كيباش كيبغي يستافد. اللي كيبغي يستافد ويفيد. ومهم. كل واحد كيباش كياخده. ما علينا ما ندخلوش في داك الشهادة. اه ندوز نوريكم اه الشروط واش بريمو بحال بحال. ونخلي لكم كذلك الروابط ان شاء الله رحمة الله. اذا نبدأوا مع الخطوط الملكية المغربية عندوزو بالزربة لانها الشهادة دي جاشناه. بالنسبة للاطفال يعفى الاطفال دون سنة ناشر عام القادمين من القائمة الف وكذلك القائمة باء من يا اما اللقاح وكذلك يعفون من البسير يعفون منهم جوش. دا با قدي نشوفو العربية للطياران. العربية للطياران غادي تدخل لأي سدية العربية كما بغي يكون. وغادي تدير بانك مثلا مسافر من برسلون. الطانجة مثلا واللفاس. ادير فاس مثلا. داك. وغادي گادي تنظر بيvreزر للطياران. بشوفو عام القادمين من القادم. إن كلها مهاجم من القادم من القادم من القادم من القادم من القادم. داك تدخل الوثورة. عندما تدخل الوثورة. يجب انتظر بأن الوثورة في نفس المغربية. ما معنى هذا بأنك بإمكانك تسافر مع العربية من إسبانيا للمغرب بشهادة تلقيح سواء كان شهادة تلقيح ديالك فيها غير غير واحد الحقنة والواحد الجرعالي أنك ديجا كنت دوزتي المرضو عندك جرعة وحدة هدي من نسبة للناس اللي وقع لهم مشاكل وما خلهم شي يسافروا حتى عندهم عني جرعة وحدة ولكن إذا كان عندك الشهادة تلقيح فيها غير جرعة وحدة حتى تنسى ديجا مرتدي هانت العربية را تسمح لك تسافر معاها إذا قالوا لك لا جبدلهم الشروط وقلهم را مكتوب عندكم في السيد بالنسبة للأطفال يعني كذلك بتتوافق مع ديك الشي اللي قال المغرب واللي قالت الخطوط الملكية المغربية كذلك فبالنسبة للأطفال اللي عندهم قال منت مشاعر ما يحتاجوش لا ولا آآ السرتيفكات ديال باكون لاباكون هدي باكون هدي باكون هدي باكون هدي باكون هدي باكون لالناس يعني خسي كي يكون عندك باكون في التريفون أو لا يكون في هالكود القويري تقول لباكون هدي معلومات أخرى وكذلك تليشارجي الاستيثما التليشارجي داك الفرمولير باج دخول للمغري ايدان كيماشتوا فاتها العربية هنا يا يعني را هي آآ عملت عدلت ولات رجعت يعني الميزاجو للشروط ديالا لدخول الى المغري دا با قد نشوفوش دولة اخرى اللي تكون لا يحبي شوفوو الشروط كذلك يعني آآ يعني واش عملت الميزاجو للشروط ولا لا نشوفو مثلا فرانسا نشوفو ليل يخوش هنا يا نشوفو باريس ديرو باريس ماشين مثلا نتانجا وغادي نشوفو شنو غادي زعتينا وغاش نفس الشروط شو بتدلس ولا لا هنها يا بالنسبة للناس اللي هوا دي من فرنسا شنو غصم يعني اللي هما في اللقاء يحبي غصم تشت بيسار ديال سمينية واربعين ساعة اهه زائد اي وزيد عليها السرتيفيكاتو ديال تلقيح ايدان هنا يا الشروط كدلك بحلط لهم المغري وبالنسبة للعيال ديال اتناشر عام بامكانهم اه يدخلوا بلا بسار مهم هاي الشروط الحمد الله على الاقل بعدها ولا هناك تفاهم في نفس الشروط رغم ان الناس باقي تجيهم الشروط صعبة بطبيعة الحال فماشي كلشي ملقاح ماشي كلشي كان اللي هو ملقاح ولاده مهم ماشي كلشي يعني عادي من ها الشروط هذي ولكن على الاقل كما كتشوفو انتو مبعدة تكونوا عارفين اير الشروط ومتبقينها او خطير امشي كل المطار كتقول لهم والا هالشروط نتا اللي قلت يا لنا ندرتها بنسبة الرايانير ملي كددخون الصفحة ديال الرايانير هنا فكتجبر هنا مكتوبة احنو حد طيارة صغيرة او راهية وكتجبر هنا مكتوبة امبورتانتي والتي ما اكتواليساتيون دي بياخش بروياج بساري غادي تعمل ليير ماس وغادي تمشي تشروط ديال دخول الى المغرب كتجبر المغرب اخر اللائحة هو هنا يا خصا بالنسبة للناس كتسكي هنا يوم لي كتسكي كيخرج لك الموقع ديال السياحة ديال وزارة السياحة المغربية اللي منو كتجيب المعلومات ريانير بالنسبة للا هدا هو المصدر ديال المعلومات ديال كتجبر هنا يا عاملين اللائحة اليف كتسكي هنا كتخرج لك الليستة ديال اللائحة اليف فوش كتشوف الدولة ديالك واللي مهم هنا هو الناس اللي ما كانوش كيخليهم يصافروا بولادهم اللي عندهم حسين 12 عام ما كانوش كيخليهم ريانير يصافروا عندهم بلا بس سئر فها هو مكتوبة هنا يعني بالنسبة للاطفال اللي عندهم اقل من 12 عام فهم معفين تماما من القضية ديال البيس سئر ولا تتلقه باش اذا مشيتول الماطر وقالو لكم لا فجبدلهم هاد الموقع هادا دخلوا من الموقع دريانير وجبدولهم قولوا ما انت سيدي رانتوما اللي يعطينا هاد المصدر هادا على اسس انه صحيح وهي فين مكتوبة بيمكننا نسافروا اه يعني العيال اه سنت نشر عام بيمكنو ميسافروا بلا بس سئر وبلا تلقه بوي من هنا معلومات كتتعاود غير هو هنا يقين واحد الخاطع اللي لربما ريانا اللي كتعتمدو كدلك هنا يقول لك بالنسبة للمسافرين باش يدخلوا المغرب اه يعني اه بالنسبة للمسافرين باش يدخلوا المغرب يكون عندهم الباس يعني يكون عندهم التلقيح او اللي يكون عندهم بس اير دي لاتمين واربعين ساعة او لاتنين وسبعين ساعة يعني هاد المعلومة هادي راهي ماشي صحيحة ولللاسف مكتوبة في الموقع دي الوزارة السياحة المغربية واللي معتمد عليه ريانير على هيدا واحد الاخقل البارح رانا سافرت راه حد صاحبي سافر غير بس اير من سيفية او لمالغة موين جنوب اسبانيا لربما ريانير باقي كتعتمد على البيس اير على حساب المصدر اللي كتجيب منه المعلومات اللي هو وزارة السياحة فهنا يا باقي كيعتمد على ما يبدو البيس اير دي لاتمين واربعين ساعة واثنين وسبعين ساعة يعني هادرها في الموقع دي الوزارة السياحة مهم على العموم بالنسبة للاطفال فالامور ده بواضحة وبإمكانكم يعني اه يعني مش يتواجهه مش بطريقة خائبة ولكن على الاقل هتوريهم الشرط كل ما تشاهدرك تقولوه انتوما في السيد ديالكم حسنا هنا نكون صارة الاخر دي الفيديو ديالي شكرا متزدف لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته